السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم معي فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة ان شاء الله هشرح فيه معكم طريقة عمل وحدة سداسية جديدة ومميزة وسهلة وبسيطة لعمل مفرش للسفرة. اتمنى تكون سهلة وبسيطة عليكم وكمان تنول اعجبكم. فضلا لايس عمرة ما تنسوش از عجبكم الفيديو وتدعموني تلايك وشير وسبسكرايب. وان شاء الله كمان هنشرح مع بعض طريقة التشويق. بسم الله الرحمن الرحيم زي ما احنا شايفين قد ايه وحدتنا واحدة جميلة وسهلة وبسيطة ان شاء الله تكون عليكم. الوحدة معنا ممكن نستخدم لها لون واحد للمفرش كله سواء مفرش سفرة. ممكن كمان نكون منها حاجات تانية رندا اه. ممكن تكوني منها شال مستطير. ممكن تكوني منها شال مسلس. ممكن نكون منها مفرش للسرير. وهيكون تحت منه بطانة. طيب ممكن تستخدم فيها الوان اه. ممكن تستخدمي الوان. ممكن تستخدم مجموعة الوان كبيرة زي ما انت حابة. وممكن تعميل مفرش كله من لون واحد. مفيش اي مشكلة خالص في وحدتنا نوع. باستخدم معكم خيط متوسط السمكة مع عبر رقم تلاتة ونص مليميتر. نوع الخيط اللي انت حابة تستخدميه زي ما انت عاوز استخدمي اي نوع انت حابها. بسم الله الرحمن الرحيم بنسيب مسافة من الخيط واللف الخيط حلقة للهواء. بادخل داخل الحلقة. الف الخيط واخرج منها. طرف الخيط بشد وقف العقدات البداية. في البداية ببتدي اكون خمستاشر سلسلة. لو حاسين ان الدائرة في المنتصف هتكون واسعة هي بتكون واسعة كده بنات على فكرة. ده الموديل بتاعها. لكن لو حابين ان انتوا تضيقوها شوية ما فيش مشكلة ممكن نخليها عشر سلسل. لكن هي بيقول ان احنا لازم نعمل في البداية خمستاشر سلسلة. بسم الله الرحمن الرحيم. عشان اعمل سلسلة بيكون عندي الابرة حلقة بخرج منها. باسحب الخيط واخرج منها. واحد اتنين. اسحب الخيط واخرج من سلسلة تلاتة اربعة. خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة. احتاشر اتناشر تلاتاشر اربعتاشر خمستاشر. بعد ما خلصت الخمستاشر سلسلة بسيب الاربعتاشر الاخيرة وبروح لاول سلسلة اشتغلناها بدخل في الحلقة الامنية الفرانطلو. واخلي معايا كمين خيط البداية على الابرة. واسحب الخيط واخرج من تحتهم ومن تحت الحلقة الموجودة عندي على الابرة بغرزة ممزلقة. الشكل دو تكوننا دائرة البداية. داخل الدائرة دي هبتدي ارتفع سلسلتين مش بعتبرهم اي حاجة خالص غير ان هما يكونوا سندة توصلني لارتفاع مقارب للغرزة اللي هبتدي اشتغلها في السطر الاول وهي غرزة العمود بلافة. بشتغل داخل الفراغ اربع وعشرين غرزة عمود بلافة. بعد كل العمودين بشتغل تلات سلسة. ازاي بنشتغل العمود بلافة بيكون عندي على الابرة بسم الله الرحمة مرحيم بلف لفة واحدة لانو عمود بلفة واحدة وطبعا جاي من اسمه انك تلف الخيط على الابرة مرة واحدة. اصبح معايا حلقتين. بنزل داخل الدائرة اللي كوناها اصحب الخيط واخرج معايا على الابرة واحد اتنين تلاتة حلقت. بسحب الخيط واخرج من حلقتين. اتبقوا اتنين بسحب الخيط واخروجنا. السلسلتين اللي احنا ارتفعناهم في البداية دول مش باعتبارهم حاجة خالص. دول لا شيء. مجرد سندة تسند لي الغرزة الاولى. كده اشتغلت عمود هشتغل كمان عمود. ده تاني عمود من الاربع وعشرين. وزي ما قلنا مع بعض بعد كل عمودين بشتغل تلت سلاسل مسافة. واحد اتنين تلاتة. نرجع نشتغل كمان عمودين. ده رقم تلاتة من العدد اربعة وتاني بكرر بعد كل عمودين باخد تلات سلاسل مسافة واحد اتنين تلاتة. وبكرر عمودين تلات سلاسل عمودين تلات سلاسل لغاية ما يصبح العدد معي اربعة وعشرين غرزة عمود بلافة. هكمل راوند بتاعي وارجع لكم اكمل مع بعض. راجعت لكم تاني وزي ما احنا شايفين كده بقى معنا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبع تمانية تسع عشر احداشر اتناشر تلاتة عربعة اشف. خمستاشر ستاشر سبعتاشر انتاشر تسعتاشر عشرين وواحد وعشرين اتنين وعشرين تلاتة وعشرين اربعة وعشرين وبين كل عمودين وعمودين في تلات سلاسل مسافة. بروح لاول عمود اشتغلته السلسلتين ما لاناش علاقة بيهم. بنزل تحت حرف للعمود بقفل بغرزة منزلكة. طيب شغلي بابتدي فوق السلاسل اللي اتنين. يعني همشي بمنزلقة على العمود رقم اتنين. وكمان منزلقة لغاية ما وصلت ايه للسلاسل التلاتة زي ما احنا شايفين. فوق السلاسل التلاتة هرتفع السلسلة وبتدي اشتغل غرزة حشو. ازاي باشتغل غرزة الحشو? بيكون عندي على الابرة حلقة. بنزل. اسحب الخيط واخرج معي حلقتين باسحب الخيط واخرج منهم زي ما احنا شايفين. باخد اربعة سلسلة مسافة. بسم الله كده واحد اتنين تلاتة اربعة. هلفوا الخيط على الابرة وداخل السلسلتين اللي بعدهم ببتدي اشتغل عمودين خمسة سلسلة عمودين. واحد اتنين خمسة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. كمان في نفس الفرقاغ اتنين عمود بلافة. واحد. اتنين. بناخد اربعة سلسلة قبلهم واربعة سلسلة بعد الصدفة. نعتبر ان دي صدفة بنت. مكونة من عمودين خمسة سلسلة عمودين. باخد قبلهم اربعة سلسلة وبعدهم اربعة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة. بروح للسلاسل التلاتة اللي هي الفراغ اللي بعده وبنزل اعمل غرزة حشو. يعني مرة بعمل غرزة حشو. مرة بعمل صدفة مكونة من عمودين خمس سلاسل عمودين. بس قبل ما بروح عمل العمودين خمس سلاسل عمودين باخد اربعة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة وبعضهم باخد اربعة سلسلة. الفراغ اللي جاي صدفة عمودين واحد. اتنين خمسة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. كمان اتنين عمود بلفة. واحد. اتنين. بعضهم بناخد اربعة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة. الفراغ اللي بعده بننزل نعمل غرزة حشو. بكرر دوت لغاية ما بوصل الى نهاية السطر. اربعة سلسلة وبعد كده بروح اعمل عمودين خمسة سلسلة عمودين فوق التلات سلاسل. باخد اربعة سلسلة وفوق التلات سلاسل اللي بعدهم بعمل غرزة حشو. بكرر دوت لغاية ما وصل لنهاية الراوند وبعد كده رجع لكم كاد من المعلقة. رجعت لكم تاني وزي ما احنا شايفين في نهاية السطر هاتت تتكون معي ست ايه الجوانب زي ما احنا شايفنا. ده اجانب في خمسة سلسلة اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. في بداية السطر احنا ابتدينا طبعا هنا بغرزة حشو. اخر حاجة اشتغلتها كانت اربعة سلسلة بروح فوق غرزة الحشو اللي انا اشتغلتها. في احتاج السطر ده ابتدي فين? ابتدي في السلسلة رقم تلاتة. يعني انا بعد واحد اتنين السلسلة رقم تلاتة بنات عايزة ابتدي امشي في امشي لغاية عندها بغرزة منزلكة. نمشي واحد اتنين. وفي رقم تلاتة مش هاخد حلقة واحدة. لا هاخد حلقتين من السلسلة عشان خاطر ابتدي اشتغل عليها. امشي بس لغاية عندها بمنزلكة وارتفع سلسلة وداخل نفس الفراغ هشغل غرزة حشو. احنا ايه وقفين عند سلسلة رقم تلاتة. من السلسلة رقم تلاتة هبتدي اخد اربعة سلسلة. واحد اتنين تلاتة اربعة. واروح فوق السلاسل الخمسة اكون عشرة غرزة عمود بلفة. في نفس الفرق. بسم الله كده واحد. اتنين. تلاتة. عفوا. اربعة. خمسة. ستة. سبعة. تمانية. تسعة. عمدة لتحت ما ليش علاقة بيها تماما. كل شغلي بيكون على السلسل. بعد ما خلصت يعني قبل ما اشتغلت العشرة عمود اخدت اربعة سلسلة. بعد العشرة عمود كمان في اربعة سلسلة. واحد اتنين تلاتة اربعة. هنروح فين يا رندا? هنروح للسلاسل الاربعة اللي تحت. بسيب اول واحدة وبروح لتاني واحدة. ببتدي اشتغل عليها غرزة حشو. بعد كده اخد ستة سلسلة. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. ستة. واروح فين برضك السلاسل الاربعة اللي بعدهم بعد واحد اتنين وفي رقم تلاتة بشتغل غرزة حشو. بمعنى ان انا كنت صيدة هنا سلسلة واحدة. واشغل غرزة حشو. تاني بكرر. انا عايز اروح عشان اشتغل هنا عشرة عمود قبلهم باخد اربعة سلسلة مساء. واحد اتنين تلاتة اربعة. وارجع تاني هنا اكون عشرة قرزة عمود بلفة واحد. اتنين. تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية حساء عشرة. بعد العشرة عمود. في كام سلسلة بناتا عندي هنا بعدهم ايه? اربعة سلسلة حشو اربعة سلسلة. باخد بقى بعد العشرة عمود اربعة سلسلة. واحد اتنين تلاتة اربعة. اربعة سلاسل الاولى بسيب اول سلسلة وبرروح لرقم اتنين وبكدي اشتغل. اللي هي تعتبر رقم تلاتة من الجهة من جهة اليسار. تمام? واشغل فوقيها حشو. علشان اروح اشتغل في الاربع سلاسل اللي بعدهم باخد ستة سلسلة مسافة واحد اتنين تلاتة خمسة ستة. لو هعد من اليسار بسيب سلسلة الاولى وباخد سلسلة رقم اتنين. لو بعد من اليمين بسيب بواحد اتنين وفي رقم دلاتة ببتدى اشتغل. النتيجة واحدة طبعا هي هي نفس المكان لكن احنا بنقول لو هتعدي من هنا تسي بي ايه ولو تعدي من هنا تفرق كتير مع البنات المبتدئات المعلومة دي على فكرة. ان في ناس هيقولولي لي يا رندا بتقولي كده بس والله بتفرق كتير. اربعة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة. وابتدي اكرر نفس اللي احنا عملنا. عشر عمود اربعة سلسلة. حشو في سلسلة رقم اتنين. ستة سلسلة. بروح لسلسلة رقم آآ تلاتة. واشغل حشو. بعد كده اربعة سلسلة عشرة عمود وهكزا. طبعا هتحسوا من الشغل مورور معاكم كده ومكشكش شوية. لأ هو مش مكشكش. ولما هنبتدي نشتغل السطور اللي جاي هتبتدي الواحدة بتاعتنا طبعا تهود الشكل الطاحة والتأسيمة الطبيعي. هكامل السطر بنفس الطريقة وارجع لكم كامل معا. رجعت لكم تاني وفي نهاية السطر زي ما احنا شايفين شكل الواحدة بتاعتنا اخر حاجة اشتغلتها كانت الستة سلسلة. وفي النهاية خالص بروح لاول فراغ التتيد اشتغلوا. هو كان غرزة الحشو اللي كانت عندي طبعا في السلسلة اللي هي رقم تلاتة. بقفل فوقيها بغرزة منزلقة. طيب. شغلي بيبتدي من ايه? بيبتدي من السلسلة. اللي هي طبعا عندي هنا رقم تلاتة في الاربعة اللي بعد ما احنا قفلنا. هبطر امشي بمنزلقة. اتنين. رقم تلاتة. ارتفع سلسلة. وحشو من فوق الفراغ وهو اللي انا ابتديت قفل فيه بمنزلقة. كده يبقى انا عملت غرزة حشو فوق سلسلة رقم تلاتة من الاربعة اللي كانوا عندي تحت. تمام يا بنات? بعد كده هياخد تلاتتاشر سلسلة مسافة بسم الله واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبع تمانية تسعة عشرة احداشر اتناشر تلاتتاشر. هسيب تحتهم العشرة غرزة عمود بلفة وهسيب اول سلسلة من هنا وهروح لسلسلة رقم اتنين وبتدي اعمل غرزة حشو. طيب عشان امشي من اربعة سلسلة دي والليل ستة سلسلة هنا في المنتصف فعايزة ااخد كم سلسلة اربعة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة. في منتصف السلاسل الستة بنزل من تحت واسحب غرزة حشو. ارجع ااخد واحد اتنين تلاتة اربعة. في السلاسل الاربعة لبعدهم بعيد واحد اتنين ورقم تلاتة تبتدي اعمل فوقيها غرزة حشو. وارجع تاني اكرر تلاتاشر سلسلة. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبع تمانية تسعة عشرة احداشر اتناشر تلات تاشر ونروح نسيب احنا سبنا طبعا سلسلة هنا وهنسيب العشر عمود وهسيب السلسلة اللي بعدهم واروح للسلسلة رقم اتنين وبعمل غرزة حشو. اربعة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة من تحت الست سلاسل مباشرة بنزل اعمل غرزة حشو بارجع تاني اربعة سلسلة وارجع في الاربعة سلسلة لتحت واحد اتنين رقم تلاتة بعمل فوقها غرزة حشو. وبقرر شايفين فوق كل آآ عشر عمود بعمل تلاتاشر سلسلة وبقرر بنفس الطريقة اللي احنا شفناها هنا فوق العمدة بيكون عندي تلاتاشر سلسلة فوق الفراغات اللي كانوا عندي تلات آآ اناكن فيهم سلاسل لا عندي هنا دلوقتي بقى مكانين بس. بكمل بنفس الطريقة لغاية ما وصل لنهاية السطر وارجع لكم كمل مع بعض. رجعت لكم تاني وكده فضلنا السطر الاخير وهو هو نفس السطر اللي احنا بنتدي نشبك وحداتنا كلها مع بعض. ازا مش حب ان انت تشبكي بالطريقة اللي هنشبك بيها ممكن تخلص كل وحداتك وتشبكي بالخيط والابرة لكن انا شايفة ان الطريقة دي اسهل طريقة ممكن تشبكي بي. بعد طبعا وخلصنا السطر القابل الاخير اخر حاجة اشتغلتها كانت اربعة سلسلة. اروح لاول غرزة حشو اشتغلتها وبقفل فوقيها بغرزة منزل. نبتدي ننتفع سلسلة من نفس المكان وفوق السلاسل التلاتاشر بشتغل تسعة حشو تلاتة سلسلة تسعة حشو فوق نفس الفروق. كده واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. سبعة. تمانية. تسعة. بعد ما خلصت التسعة حشو بياخد تلاتة سلسلة مسافة واحد اتنين تلاتة. ومن غير ما قفلهم آآ يعني احنا بتاع التبرية شكل غرزة البيكوت شوية. لكن بدون ما نقفلها. هنزل تانية اشتغل تسعة غرزة حشو على بقية السلاسل. واحد. تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. سبعة. تمانية. تسعة. كده خلصنا اول تلاتاشر سلسلة هيقابلني اربع سلاسل حشو اربع سلسل. طبعا غرزة الحشو ما ليش علاقة بها. اول اربع سلاسل بعمل فوقيهم غرزة حشو واحدة. واخد اربعة سلسلة مسافة واحد اتنين تلاتة اربعة. وارجع في السلاسل الاربع لبعض يوم غرزة حشو. نرجع تاني نكرر فوق التلاتاشر سلسلة تسعة حشو تلاتة سلسلة تسعة حشو. طيب وبكرر دوت لغاية ما بوصل لنهاية السلسل. ده لو انا بشتغل اول واحدة طبعا ومش باشبك في الوحدات المقابلة ليلة. لو انا بقى بابتدي اشبك في الوحدات اللي جاية هنعمل ايه? هبتدي اشتغل تسعة حشو. واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. سبعة. تمانية. تسعة. قبل ما نبتدي نشبك. لما ببتدي اشبك الوحدات في بعضها بشبك في كل وحدة في كام ضلة. بشبك في مكان التلات سلاسل من هنا وبشبك فوق الاربع سلاسل دول وبشبك فوق التلات سلاسل دول. يعني بشبك فوق تلات اماكن. وفي كل طبعا اه واحدة من الوحدات الستة. يعني في الوحدة الوحدة بشبك ستة وحدات. تمام? فوق تلات اماكن من كل جانب من الطلوع الستة بتاعتنا. طيب. هنا كنت باخد تلات سلاسل. لا مش هاخد تلاتة. هاخد سلسلة واحدة بس. خيتك لفوق. هبتدي اجيبي الوحدة المقابلة ليا. ومن تحت هنا التلت سلاسل القصادي بنزل. هسحب الخيط واخرج من تحتهم من تحت الحلقة اللي عندي على الابرة. انا كده لما سحبت وشبكت بغرزة منزلقة دتني من هنا ايه? دتني شكل لسلسلة رقم اتنين. هعمل سلسلة رقم تلاتة بقى كده معي واحد اتنين. تلات فراغات اللي احنا طبعا ايه واخدنهم اللي هما تلت سلاسل. لكن واحدة منهم ما كانتش تلسلة واحدة منهم احنا شبكنا في الجانب الاخرى. نرجع ننزل هنا تاني نشغل تسعة حشو واحد. تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة. خلصنا التسعة منروح للاربع سلاسل اللي بعديه ومنشغل غرزة حشو واحدة. وكنت هنا باخد كم سلسلة اربعة سلسلة. هاخد منهم اتنين واحد اتنين. هروح للوحدة اللي في الخلف اللي بشبك فيها. من تحت الاربع سلاسل. هنزل اسحب الخيط واخرج من تحتهم. ومن تحت الحلقة اللي موجودة عندي على الابرة. وارجع اخد سلسلتين. واحد اتنين. تمام يا بنات? زي ما احنا شايفين. وهروح اشبك هنا عندي بغرزة حشو. نلاقي عندنا التسعة غرزة التلاتاشر غرزة سلسلة. باشتغل الفقين تسعة. كده واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. سبعة. تمانية. تسعة. نبتدي نشبك الجانب التالت الاخير. باخد سلسلة من التلاتة. واروح ليه الوحدة اللي عندي من تحت اللي هي الوحدة المقابلة اللي هي من تحت الوحدة. بنزل من تحت السلاسل. تلات سلاسل اسحب الخيط واخرج من تحتوه من تحت الحلقة اللي عندي الابرة بغرزة منزل. واشتغل السلسلة رقم تلاتة وارجع اشتغل تسعة حشو الباقي. واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. سبعة. تمانية. تسعة. نرجع بقى هنا لو انا بشبك في وحدات مقابلة اللي هي هشتغل بنفس الطريقة اللي احنا شفناها هنا. لو مش بشتغل في اي حاجة خلاص. مش بشبك في اي حاجة. بشتغل حشو اربعة سلسلة على طول. واحد اتنين تلاتة اربعة. وفوق الاربع سلاسل للبعد يوم حشو. بعد كده اشتغل هنا تسعة سلسلة اه تسعة حشو تلاتة سلسلة تسعة حشو وبكرر بنفس الطريقة. بغاية ما بوصل الى نهاية الوحدة بتاعتنا. زي ما احنا شايفين. وحدتنا بتبتدي تتفرد وتبقى حلوة امتى? في السطرين اللي في الاخر طبعا هو رقم اربعة وخمسة. ومع تشبيك الوحدات. طريقة سهلة وبسيطة. ممكن بدل ما تستخدمي غرزة المنزلقة تستخدمي غرزة الحشوة. يعني هي هي النتيجة واحدة مش تدينا اي اختلف. زي ما قلنا مع بعض. آآ ممكن تستخدمي لون واحد المفرش كله. ممكن تستخدمي مجموعة الوان انت حابة طبعا تدمجيها مع بعضها مفيش اي مشكلة. بكمل بقى الوحدة بتاعتي بنفس الطريقة في نهاية السطر بقفل بغرزة منزلقة. بكده بكون وصلت لنهاية الفيديو النهاردة. اتمنى يكون سهل وبسيط عليكم وكمان ينول اعجبكم. فضلا ليس امران ما تنسوش ازا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب واستنوني الفيديو جديد من وي. وتنسوش كمان تفعلوا زرارة جرش وصالكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.